ازاي ايوكو? ايه الاخبار? يا رب انتم تمام? الحل اللي فاتت احنا اتكلمنا عن تكلمنا عن نظرية اعمالها وتكلمنا عن ازاي قدر اتحكم فيها. الفان كوليونت اكتويتر. وايه هي اللي لازم اسأل عليها قبل لما اعمل للجهاز بتاعي. او قبل موارده. تمام? النهاردة احنا هنتكلم بقى عن جهاز مختلف كليا. عشان كان كل يونت كان بيشتغل بالمية. الجهاز اللي هتكلم عنه النهاردة بيشتغل بالغاز او بالفريون. وهو او في بعض الدول بيسموه الكونسيلد. نحضركوا بيتشاي مع بعض. ويلا بينا. انا شريف سعد وده مجنون كان اكس. طيب هو ايه هو من اسمه داكتت سبلت يونت. خلا نشيل كلمة داكتت ونتكلم على سبلت يونت. سبلت يونت كلنا عارفينه. واحدة داخلية بتركب على الحيطة. واحدة خارجية بتتركب بره. الواحدة الخارجية بتبقى كومبريسور. بيضخ غاز تحت ضغط مؤين. يروح داخل على الواحدة الداخلية. الواحدة الداخلية فيها مروحة. المروحة الداخلية بتجنريت هوى على سبيد وان او تو او سري. بتزق الهوى على السرابنتينا اللي ماشي فيها الغاز. ويروح نازل الهوى السائع جوه القوضة. تمام? ده نظرية عمل السبلت يونت. طب او هو الدكت سبلت? هو السبلت. بس السبلت على الحيطة والدكت سبلت في السقف. طيب ليس موه دكت سبلت? عشان المكناة نفسها او الوحدة الداخلية بتبقى موجودة فوق السقف. بيبقى فيه دكت. الدكت ده هو اللي بيمشي في الهوى. والدكت بينزل الهوى. حتى الدكت هتلاقوه موازي للحيطة. يعني هتلاقوه الهوى نازل كده وفيه هوا تاني طالع. ده السبلاي وده الرتر. تمام? بس. فده الموضوع بتاع الدكت سبلت. طب. ازاي بقى هتحكم فيه? كأن اكس بقى هيعمل ايه بقى في الموضوع ده? يلا بينا نشوف. الميزة الجميلة بقى اللي في الضغط تسبليت يونت. ان كل مصنع. وكل part number لاندور يونت. ليه جهاز معين بيتحكم فيه. لو نفتكر في كنا بناخد هارد وايرز. هارد واير من سبيد وان ومن سبيد تو ومن سبيد سري ومن الفالف وان ومن الفالف تو ومن الاتر كل دي. كوايرات. بناخد ناس سبعة ثمان وائرات من كل فان كول يونت. في الضغط سبلت يونت لأ. انت بتخش على بتاعت الاندور يونت. وبيقى فيه كومينيكيشن بورت فيه. كل اللي انت بتعمله بتجيب جهاز بتاعك. ميل في في ميل. خلاص. بعد كده بتروح واخد ما بينه للاندور يونت اللي بعدها للاندور يونت اللي بعدها للاندور يونت اللي بعدها والموضوع انت. بس فيه هي بقى تركة دي. ان مش كل اجهزة بتاعت كل المصنعين مع الكن اكس. او فيها كومينيكيشن بورت بمعنقة صحة. فحندي مثال. طيب الكلينت جالي وقال لي انا حشتري اندور يونت بالبورت نومبرز دي. شوفها لي ازا كانت كومباتابول معك ولا لا. فبعمل ايه? بروح داخل على واحد من المصنعين بتوع اجهزة التحكم في الداقت سبلت. هروح داخل على سكشن متسوبيشي. هلاقي جوه فولدر اسمه كومباتابلتي لست. وده كل بتاع الاندور يونت اللي كومباتابل. لو خدتوا بالكو في البرت نمبر هتلاقيه فيه حروف وفيه ارقام. معظم الارقام الاعتماع موجودة ده الكباستي بتاعته. اربعة طن خمسة طن ثري طن الكلام ده كل. ولكن شوف اول تلات حروف مثلا واخر حرفين هتعرف. هاي مثلا بي اي واي اكس اي جي مش عارف كزا كزا. تمام? فهو بعتلي الاندور يونتس لقيت والله ان في ايه? بي اي واي تلاتين بي اي واي اربعين بي اي واي خمسين بي اي في رحت واخدهم كلهم دخلت على الكمباتابلتي لست. فلقيت ان كل البي اي واي كمباتابلتي بقول لجيت على البي اي في مش موجود في الكمباتابلتي لست. فكل اللي انا عملته وروحت باعت للمصنع. يا عام الحج البارت نومبر ده مش موجود في الكمباتابلتي لست. فلح سقلني سؤال. قال لي ممكن تتشك مع المصنع بتاع متسوبيشي. ازا كان البي سي بي بورد بتاعته فيها اللي هي سي ان مية وخمسة. خلي بالك احنا بس منتكلم على متسوبيشي الوقتي. واللي بقوله بيتطبع على الباقي ولكن مع اختلاف الكوميونيكيشن بورت ومع اختلاف التوصيل. بس احنا منتكلم على الكونسبت والمثال مع متسوبيشي. فروحت رايح على المواردة بتاع المكن. سلام عليكم يا عم وعليكم السلام. عندك اه المكن التكييف البي اي واي في كوميونيكيشن بورت سماسي ان مية وخمسة قال لي اه تب بي اي في. قال لي والله للأسف مش موجودة. رحت الكلينت قلت له انا ااسف انا اقدر اتحكم لك في بي اي واي بس لكن بي اي في مش اقدر. فجيه قال لي تابه الحل قلت له خليه يدور على حاجة بنفس الكباس دي وتبقى كمباتبولي بقى فيها الكومونيكيشان بورت دي. فارح للسابلاير وقال له والله نعايز كذا 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 فارح جابه له على طول. جاب لي الدياتاشيت وانا عملت له كونفرميشن اللي هو شغال مع المصنع بتاعي. ودي الترك مش كل مكان التكيف تقدر تتحكم فيه. فيه لازم تتشك. واذا مش موجود في بترجع للمصنع بتقول له هل ينفع عندك تشتغل بايه? حيقول لك دور لي على بتشوف الكومونيكيشن بورت موجودة. واحد من اكبر المصنعين لاجهزة التحكم في هو شركة اسباني معروفة جدا. كل انت بتعمله بتروح دخلها على الويبسائب بتاعهم. بتشوف البرودكت. بتشوف تفتح صفحة هتشوف كمية اجهزة تكيف سمعتها انا وما سمعتش عنها هتلاقي متسوبيشة هتلاقي ال جي هتلاقي سامسونج هتلاقي دايكن هتلاقي كل الاجهزة اللي انت سمعت وما سمعتش عنها. فكل اللي انت بتعمله بتروح داخل على المصنع تخش مساعة متسوبيشة وتروح داخل هتلاقي اسمه تروح منزله واقعد مدورة على اللي الكلاينت جابه له. تمام? والله ما لايتهاش بترجع تاني المصنع بتقول له ما لايتهاش هيدخلك في نفس الدايرة وشوف ليه كومونيكيشن بورت وكلام كله. وما يعني ما ما عندكش مشكلة اللي انت تقول لها ما بتحكمش فيها انت مساحر في الاول وفي الاخر. يعني انت عندك شوية بتشتغل بتشتغل بها. يا رب الحلقة تبقى عجبتكو. باذن الله الحلقة الجاية هنتكلم عن واحد من افضل التكيفات من وجهة نظر الشخصية. اللي نزلت السوق. وبتحقق ما بيعت حلوة جدا عشان بتعمل وهي استرموا الحلقة الجاية عشان هنتكلم عنه. ولو الحلقة عجبتكو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرز. وان شاء الله اشوفك على خير. انا شيف سعد وده مجنون كي ناكس.